أزوج أنا زوجة أخرى أنت ليش تتصورني إلا أنا هي شهوانية وأنا ظلمت الأولى لا يمكن الأولى ما بها شيء بس دائما نحط عليها التقسير كمبرر أنت ليش تريد تخليني أكشف كل أسرار بيتي أنا أم أولادي بتعمي ما أقدر أطلقها بس يا أخي أكو أشياء بيني وبينها أنا ما مرتاح يعني أنا إلا تخلوني أروح أسولف إلا أروح أنا أهدم العائلة وعندي أولاد وخوش مرة بس لكنها في جانب آخر أنا ما مرتاح هو البيض غير سكنة غير سكن يسمونه هذا السكن أنا ما مرتاح به هذا أنا متحرك محترك به زين أنا ما هو الحل أنا أأتي إلى هذا البيض أأدي ما افترض الله علي وهو العدل أن أعدل بيني هذا العدل رح توصل للعدل الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤخذني فيما لا أملك وهو الميل القلبي يؤثم على الميل القلبي بواحدة إلى الأخرى لا هو قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم اللهم هذا قسمي فيما أملك أنت هناك تجيب لهذا البيض تجيب هذا لقمه هناك لقمه هناك أنت تجيب هناك موازن أما الميل القلبي فقال اللهم هذا فلا تؤخذني فيما لا أملك الميل القلبي ما لا أنت أولادك هسا واحد يفرق عن الثاني الشاطر تحبها أكثر من الكسغان اللي بني مرات تحبها أكثر من الولد هذا ما يتقلبي أكو واحد من أولادك يتلقاك وأكو واحد من أولادك يشوفها طبيعتها هي تصايرة فيا أخي كذلك كذلك الأولاد كذلك الزوجات يعني هذه أكو أمرأة أمرأة أخي هي مدلع زوجها مدلحتها ممنستها خليتها مفرفش وأكو واحد إحنا طيج يا أخي ما هو البيت أنت يا أمو هي شاحنة عم ستلين هتصرح تطيج القونية ما الحجك اللي أحتي بها ما هي بشعلة البيت يا أخي أنا ما مرتاح يا سنتم وإلا تخلوني أطليك عم خلوني أجي أطب لي صامت ساعة ساعتين ستلين ساعة ساعتين صامت وعم حتى أروح للبيت الآخر حتى أتا أولادها عم علي بيتي شو على أولادك ستلين أتفكر ستلين شفعة داي حس أنت أوكي ذكرت كل هاي وكلها صحيح بالمقابل أنت إذا تقول ما مرتاح بالمقابل هي همينة إذا ما مرتاحها شنو السلوك اللي ممكن تسلكه وحسب الشرع ما رح أقول لك من الناحية الإنسانية ولا الاجتماعية ولا أي شي حتى ما يجرمون أنه إحنا دنتهم الشريعة هي إذا ما مرتاحها شو تسوي لا إليش حق التفري في حال تزوجة بثانية لا لا في حال هي ما مرتاحها إذا هو ما مرتاح الزوج الثانية طيب هل المرأة إذا ما مرتاحها شو تسوي أي مرأة طلبت الطلاق من غير علة فطلاقها هنا وبال عليها وحرام أنت من غير علة بس إذا عندش علة يعني أكو سبب مسبب طلبة الطلاق من عندها والله الشيخ إذا رجلها دائما مرتاح هيها ما مرتاح إذا رجلها أبو نسوان يعني أخلاف أخلاقي أخلاف أخلاقي أخلاقي أخو اختلاف حقائدي أنا بين الزوج نحن دائما نقول نضرب الأمثال هم يقول لك أكل المر أشرب مر ولا تعاشر لك مر يعني هم أنه يجوز مو خلاف أخلاقي خلاف وجهات نظر يعني يجوز أنتم صباح الخير بيناتكم عبالك عداوة يعني هاي شون شون حتستمر بها الحياة الزوجية وعن ما دايقلك هاي تستمر الحياة هو هاي موحل لكن تقدر سطل تقدر تجمر الزوج على ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة